السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان شاء الله اليوم راح نوضح من المواضيع مهمة جدا سواء كان بمناقشة البحوث وسواء كانت هذه بحوث البكالوريوس مشاريع التخرج وحتى الماجستير والدكتوراه وحتى الدبلوم اللي هو العرض الباوربوينت بريزنتيشن المقدمة اللي قدمها الباحث للأساتذ اللجنة المناقشة وايضا لانحاضرين الشون يسويه من مكوناته شونه اجزاء ان شاء الله راح نوضحها بهذا المقطع الفيديو الوسيط اولا الباوربوينت صراحة من المواضيع المهمة جدا بعالم الابحاث ليش لان خلال هذه العشرين دقيقة اللي يطيقياها رئيس اللجنة او مثلا الرئيس لجنة البحث سواء كان البحث تخرج او ماجستير وحتى الدكتوراه او حتى الدبلوم او اي عرض مثلا انت تريد تقدمه مثلا فتريد تقدم محاضرة شنو هذه الاجزاء المهمة اللي يتمر من خلال هذه العرض اولا دائما دائما الا بذكر الله تطمئن القلوب دائما يقولون دائما خلي الآية القرآنية والآية مو عفوا يعني كل كلام الله سبحانه وتعالى على العين والرأس وكلام مقدس بس دائما خليها بتخصصك مثلا اذا تخصص علمي اخلي الآيات قرآنية مختصة بالعلم او مثلا انا تخصصي مثل القانون اجيب آية قرآنية تحكي عن هذا او على الزراعة او على يعني من هذا يعني تكون الآية القرآنية خير ما تبدئ به العرض مالتك اللي هو البروربونت بريزنتيشن سواء كان للماجستير دكتورا وحتى بحث التخرج والدبلوم العالي فأول لا بذكر الله دائما نقولها بتطمئن القلوب فآية قرآنية تخصمه اللي تخصصك انت وقريبة الى تخصصك انت واكيد كلها كلام الله سبحانه وتعالى على العين والرأس وكلام مقدس وهذه دائما وإذن للتبرك مهم جدا اللي هو خاص بالبحث اللي راح تقدم انت فأول ما نبدي بالآية القرآنية بعد ذلك راح نروح مباشرة المن مباشرة راح تروح للعنوان العنوان الرئيسي جدا عنوانك انت عنوان الرسالة عنوان الاطروحة رسالتين ماجستير اطروحة الدكتورا وحتى مشروع التخرج عنوانه او عنوان الدبلوم العالي هذا هو العنوان وايضا نقطة جدا مهمة شعارين شعار جامعة جامعة وايضا على اليمين اللي هو شعار الكلية وهذه ايضا حتى تضيف جمالية والترتيب الملي البعث اكيد الاسم الباحث هنانا انا بالمناسبة مغير الهارد مالتي فهذا بس هذا اللي قيته على الحاسبة فيعذرني صاحب اللي هو حسين ستار فهذا مثلا مثلا اسمي علي محسن علي مثلا هسه صديقي هذا حسين ستار جبار مثلا وما شابه ذلك واسم السوبرفايزر اللي هو المشرف مهم جدا بذكر السوبرفايزر دائما ينذكر اللقب العلمي مثلا هذي بروفيسور دكتور مثلا اللقاء حميد مهدي وغيره من هذه التفاصيل اذن بعد العنوان راح ي بعد الآية القرآنية الآية من ذكر الحكيم يجي العنوان اللي هو اكتب العنوان كما موجود بالرسالة واللي تروحها وبحث التخرج شعار الجامعة وشعار الكلية او القسم اذا كان موجود اسم الباحث نفسه ببسطة واسم السوبرفايزر اللي هو المشرف هذي به النسبة الثانية بعد ذلك راح تجي اللي هي الانترودكشن بالانترودكشن اني انصح الصراحة اذا كانت ماجستير او رسالة ماجستير او طروح الدكتورة او دبلون او حتى مشروع بحث تخرج مو محاضرة وليس محاضرة الانترودكشن بالزايد بالزايد تكون سلايدين بالزايد اطفد نبذة معينة مثلا عن الموضوع مالتي هسه انا مثلا هذا اطفد نبذة معينة بسيطة عن الموضوعي مثلا واقدر اسهب بيها بالتفاصيل الخاصة بيها اذن آية من الذكر الحكيم العنوان وايضا الانترودكشن الانترودكشن ما راح اكتبه لاحظ هنا بالزايد ترى ثلاث معلومات واحد اثنين ثلاثة ما اذكره ليش حتى ما يصير ملل للقارئ هذا السلايد اول سلايد هذا الثاني ايضا انا افضل ما يعبر لتلث السلايدات زين هذا السلايد الثاني ايضا في التفاصيل مهمة وبسيطة تخص بحثك انت زين بهذه ايضا بعض الانترودكشن بعض المقدمة عن الموضوع بعد هذي ايضا انترودكشن عن الموضوع انا الموضوع ما شاء الله يعني متوسع به فبالتالي هو ذاكر في المقدمة حتى يشمل الموضوعه فهو ذاكر اربع سلايدات اربع سلايدات شفتوهن يعني ما كاتب باسهاب لا اشياء مختصرة وانما هي فقط دلالة او فد نقطة معينة حتى تضطي فد مقدمة للباحث او مقدمة للسامع مقدمة للمناقشين باناني جاي احكي عن هذا الموضوع زين اذا ايضا القرآنية العنوان انترودكشن متزيد عن ثلاث سلايدات او اربعة وبعد ذلك اللي هو الام هدف دراستي عن شنو جاي؟ بالمناسبة الام of the study يختلف عن steps of the study هنا الام of the study أهمية البحث الهدف من البحث أنا ليش اختارت هذا الموضوع؟ أكتب فالسطر واحد وبقية الكلام هو step خطوات العمل اللي من خلالها حققت هذا الهدف إذن آية القرآنية العنوان introduction إذن هذه أول أربع جزئيات خاصة بالبوربوينت بريزنتيشن أو العرض الخاص بالمناقشة ممالتي لحد الآن تمام زي هسا بعدما خلصنا الواجهة العفوان آية القرآنية الواجهة والعنوان واسم الباحث واسم المشرف وأيضا بالintroduction والام of the study هسا راح نجي إلى ندخل إلى الجزء المهم جدا بالبحث ألا وهو بالماتيريالس آن مثود هنا أنا الطالب الصراحة حيري شي يكتب بس أنا راح أبسطها آن ماتيريالس آن مثود تعتمد على شغلك إتش قد مش تغل وأنا أفضلها أيضا ما تزيد عن الخمس سلايدات يعني ما تزيد عن الخمس سلايدات أحاول قدر إن كان بالماتيريالس آن دي المثلت أسوي مخططات أختصر الكلام أروح مباشرة إلى التارغت ما أحكي هواء بالماتيريالس آن مثلت أقدر ما أقدر أسوي جداو أو مخططات هاي المخططات السهل عني أبدي من بداية مثلا حسد تخصصي أحيان مشاريع من بداية العزل إلى مثلا أنا مشتغل سيكونس بالجزئي أو مشتغل مثلا بروتين اكستركشين أو مثلا مستخلص انزيم كلهم ذني أحاول أسويهم على شكل مخططات هاي المخططات بسيطة سهلة تسحل عنوان وتوصل الفكرة للسامع وأيضا إلى اللجنة المناقشة فحتى تكون بالصورة فرح ناخد نموذج عن الماتيريالس آن مثلت شوني نكتب الصراحة احنا مثلا دائما حيالة مشارية هنا العزل والعزل دائما نبدي به الأوساط الزرعية وغيرها من البايو كيميكال تيست شوفوا هنا على شكل مخطط شوفش قد مختصر مخطط ومختصر وهو هاي شغلات زيب هنا الايدنتي فيكيشنز بالكيت اللي هو الفايوتيك وأيضا مشتغل اللي هو جينو تايبينغ تايبز هذه شوفوها أنا خلال هذا السلايد ما أطول بأقل الدقيقة بالنسبة للبرزنتيشن مالتي زيان أيضا أقدر مثلا الأنتي بايوتيك سنستيفيتي شميش تغل أنا عن الأنتي بايوتيك الأنواع الانتي بايوتيك المستخدم بالبحث وأيضا أيضا بعض الطرق المستخدمتها مثلا هنا الأم آي سي اللي هو المايكرو تايتر بليز أيضا أدخل هنا بتفاصيل العزل مالتي مثلا أنا شميش تغل مثلا عن الإيكولاي عن الستافل لوكوكاس إلياس مش تغل مثلا عن الاكتوباسلاس كل التفاصيل يعني الخاصة بالبحث مالتي أقدر أرتبه قدر الإمكان بطريقة بسيطة شوفو هسا ما جاي أقرأ كتابه جاي أقرأ عبارة عن مخطط هذا المخطط يسهل للمناقشين ويسهل إلي آني من أقراب كل بساطة هسا هذا الإسلام ما يطول عندي دقيقة أحاول شوفوا هسا شون أحاول ما أكون الباق جراند ما أخليها أحمر أوصف أو روز لا لا أخليها رسمية حتى الباحث أين أبدأ التفاصيل الخاصة بيها مثلا بالتفاصيل العمل مالتي وكل شوفوه ما جاي أكتب كتابه جاي أقرأ قراءة على شكل مخططات وهذا هو الشي الصحيح ليش حتى يسهل علي لاحظوا هنا مثلا هذه الكاركترازيشن مال مثلا البكتريوسين وغير من التفاصيل شوفوا هنا لاحظ ما كتبتي هواي كتابة بسيطة جدا بحيث أنا لام الموضوع بيها في كل تفاصيله هذا بالنسبة للجانب العملي أيضا هنا لاحظوا هنا مثلا أنا مشتغل أنيمال موديل القراءة الكونترول التفاصيل الخاصة بي يعني وشوفوا هذه الحركات هذه الحركات جمالية للبحث مع العلم هي بسيطة جدا بعد التفاصيل أحاول قدر الإمكان أفصل العمل مالتي وبعد ذلك أقدر شوفوا هنا جد مشتغل ما شاء الله هذا الباحث صديقي مشتغل خير من الله لاحظوا شوفوا ألخصهم بطريقة جدا رائعة إذن آية القرآنية العنوان الانتروديكشن العفوان ام أوف داستادي الهدف من الدراسة والانتروديكشن ثلاثة سلايدات والماتيريالس عن مثل بالزايد خمسة سلايدات وهذه الخمسة مو كتابة وإنما على شكل مخططات السهل الشغل اللي اشتغلته بعد ذلك أدخل بالرزلت عن ديسكشن هنا يقول لك هنا الميدان هنا أنت صراحة ابدع بي إيش قد ما تخليه سلايدات عشرين وصلهم لخمسة عشر لأن هذا أنت تبرز كل شغلك بالرزلت عن ديسكشن باليو المناقشة ونتائجك اللي توصلت هنا أنت براحتك الميدان إلك هذا لأن هذا تخصصك هذا نتائجك وتوصلتها لأنت فأقدر آني هنا أشوفوا هنا الأشكال أضيف الأشكال المخططة الصور التفاصيل العينات الزراع يعني باع انت بايتك سنستيفيتي أحاول قد شوفوا هنا ليش حتى أول أنا أخذ راحتي بالقراءة وعدي وقت بالمناسبة لجنة تطيق في 20 إلى 25 دقيقة بالزايد فعندي وقت أقدر من خلال المتيريال مثل اختصرته وطيت هذا الوقت المتيريال مثل المل للنتائج هنا أنا أسوي بي وما أقدر على الشكل مخططات فيقرات مهمة جدا ألوان أحاول أغير بالألوان هنا نشوفوا ما شاء الله شوفوا هنا هنا الأشكال المالتي مثلا أضيف عليها أغير أغير عليها براحتي آني هنا الصور مالتي يعني بين قوسين أنت هنا أنت هنا تكون شجاعتك وين بالرزلت عن الدسكشن هنا نضيف الأشكال وكل الصور المهمة اللي توصلتها وتوصلتها إليك نتائجك الخاصة بيك أضيفها بكل تفاصيلها هنا أنا شوفها ساعة هذه الصور أضيفها بكل تفاصيلها أحاول أنا ضد أسوي بالفوتوشوب أغير لا خليها كما هي مثل ما طلقت لك ضيفها جدولك مثل ما هو طلع عندك مرتب ضيفها نفسيته لا أغير ليش لأنه دائما يقل لك ما كان لله ينمو وإنت هذا عملك خالص وناوي لله سبحانه وتعالى فراح يكون لله سبحانه وتعالى فكما هو خليه ولا أضيف أي شيء به ولا تسوي أي تغيير به لاحظ هنا بالنتائج ما أقرأ بالمناسبة ما أقرأ كلهم لا أقرأ فقط الأشياء المهمة اللي توصلتها آني أقرأ فقط هذه وأما بتقية تفاصيل إن شاء الله يسألونك بها بالمناقشة هنا أنا أحاول بيك قدر الإمكان أضيف جداول يعني بين قوسين مثل ما قلت لك آني كل التفاصيل هذه شوفوا صور هذه اللي هست روعة هذه الصور الصراحة الباحث عاشت إيده يعني شوفوا ما شاء الله ترتيب روعة الصور الألوان الأسهم على التأشير يعني الصراحة روعة روعة هذا هذا اللي هو PowerPoint presentation ها كملت النتائج هنا إذن العنوان الآية القرآنية العنوان الهدف من الدراسة العيمة في السلائد introduction في الثلاثة سلايدات أربعة material مثل في الثلاثة أربعة إلى خمس سلايدات وعلى شكل مخططات والresultant discussion هنا براحتك بالresultant discussion على شكل جداول فيقارات مخططات يعني التفاصيل الخاصة كلها يمنك بعدين أروح للconclusions under recommendation conclusion under recommendation conclusion هو الاستنتاجات أنت شنو الاستنتجت من بحثك شنو توصلت ترى بن مناسبة أكو فرق بين الconclusions والresultant discussion conclusion أنت شنو توصلت له يعني مثلا أنا استخدمت علاج أنت شو توصلت لهذا العلاج شو تقول عنه هل هو كافي مثلا باستخدام مرة واحدة استخدام مرتين هذا استنتاج أما النتيجة تختلف عن النتيجة لا نتيجة conclusion and recommendation التوصيات يعني أنا تعرفون الباحث عدو الوقت صراحة لأن تعرفون الوقت ما شاء الله فأحاول قدر الإمكان شو أسوي بالrecommendation أوصي الخطوات اللي ما اشتغلناها واللي يطور من البحثك والصراحة هذه النقطة الrecommendation بالعراق عليها ألف علامة استفان ما حد يطبقها عفوا ما حد ينظر للأطاريح يشوفها شو مص الباحث والمشرفة صراحة ممكن من الrecommendation أنت تطلع عنوين روعة من الrecommendation وإلك كل الحق باستخدام المالية لأن هذه توصية تباحث وهذه أمانة علمية بالconclusion على شكل النقاط أنا أرتب هم وأسوي هم في نقطة خمس نقطة ستة سبعة حسب الدراسة اللي أنت توصلتها وأيضا بالrecommendation أنا من توصلتها مثلا إلى وبكل تفاصيل أقدر أخليها والتفاصيل الخاصة بالrecommendation اللي أقدر أنا أوصيها للباحثين يشتغلون من بعدي وبعد ذلك اللي هو thanks for listening اللي هو اسم الباحث مخلي اللي هو حسين ستار أتمنى لكم الاستفادة من هذا الـ powerpoint الصراحة اللي هو اختاريته وهذا الباحث حسين ستار مسويه بطريقة عوعة حركات أشكال ألوان إضافات فأتمنى استفادون من هذا إذن الخطوات الخاصة الـ 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 powerpoint presentation بأي اختصاص اللي هي العنوان الآية القرآنية العنوان واسم الباحث واسم المشرفة الهدف من الدراسة بعد ذلك introduction في الثلاثة سلادات material and method من أربع على خمسة سلادات بشكل مخططان resultant discussion هنا أنت براحتك أنت الباحث يضيف الأشكال بكل تفاصيل وأيضا resultant discussion وبعد resultant discussion اللي هو conclusion and recommendation اللي هو الاستنتاج والتوصيات وهذا هو ما يقدم بالـ powerpoint سواء كان رسالة ماجستير تروح الدكتوراه وحتى الدبلوم العالي وبحث التخرج أتمنى لكم الاستفادة من هذه المحاضرة البسيطة عن powerpoint presentation لمناقشة البحوث سواء كانت رسالة ماجستير الدكتوراه وأيضا دبلوم عالي وبحث التخرج مع الشكر الجزيل لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة